اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم اهلا وسهلا بكم وسلام ربي لكم في حلقة جديدة من برنامج الكرمة المباشر هناك مقولة تاريخية قديمة ولكنها في نفس الوقت نصيحة غالية وثمينة ودائما كانت تقال للجنود الذين في حالة حرب هذه النصيحة مكونة من كلمتين وهما اعرف عدوك واعرف عدوك ببساطة معناها ان تفهموا ان تشخصوا ان تعرف اساليبه تعرف ادوات الحرب التي يحاربنا بها ايضا تعرف طرق الهزيمة وطرق النصر نقاط ضعفه ونقاط قوته لكي تضمن النصر على عدوك اعرف عدوك احيانا كثيرا نحارب الاعداء الخطأ ونظن اننا نحارب العدو الصحيح لذلك قال لنا الكتاب ان مصارعاتنا ليست مع دم ولحن ولكن ايضا اكد وقال ان ابليس خصمكم كاسد زير لذلك من المهم جدا ان نعرف عدونا نعرف اساليبه ونعرف السهام والفخاخ المنصوبة لنا ضدنا وضد اسرنا ضد كنائسنا ضد مجتمعتنا ضد البشرية ككل ذلك اليوم بنعمة الرب سنطرح بعض الافكار والاساليب التي يحاربنا بها العدو لكي لا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره كما قال الكتاب ذلك عنوان حلقة اليوم بعنوان اساليب شيطانية لضياع البشرية وذلك يسعدنا ويشرفنا يكون معنا لأول مرة في برنامج قرمع المباشر رجل الله وخادم الكلمة الاخرمية وديع اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكي اختي الغالية وبشكر رب لاجل الفرصة الحلوة مع بعض وبتشرف بكل المشاهدين معنا وبصلي النهاردة ان يكون كلامنا مش مجرد كلام بيوصل لأزهان الناس لكن بيوصل لقلوب الناس عشان يعمل تغير لحياة افضل في المسيح يسوع امين وهو ده هدفنا في قناة الكرمع نشكر رب لاجل في الفرصة اللي رب بيتيحها لنا احنا نكون بنتكلم ونكشف خدع واسليب ابليس الشرير امين في البداية كتاب يقول لنا اسحوا واسهروا لان ابليس في اسمكم كاسد ذائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو عايزين ناخد فكرة سريعة ومختصرة نبزة علشان نكون بنقول ايه هو ابليس في البداية احنا بنتكلم بنتكلم عن انه ابليس ظهر بعد ما ظهر الله بخطته فالله في سفر التكوين ظهر بخطته في اسحح واحد وقال نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا وفي اشعة 43 بيقول لمجد قد خلقته فالله خلق الانسان على صورته عايز يتمجد فيه عدو كل بر اللي هو ابليس بيشتغل على النقيد على طول في خطة الله فكل ما عمله الله لصالح الانسان بطريقة محترمة ابليس دخل عشان يفسده من الناحية التانية على طول فهو مش بس بيفسد افكار الله لكن بيفسد ازهان الناس عن قبول خطة الله في حياتهم العادية العادية العاشينها على الارض وده اللي هنتكلم فيه النهاردة انه ابليس عدو كل بر ومن اسماءه هو ابليس هو الشيطان هو عدو كل بر هو التنين كل الاسماء دي اللي هو بيشتغل بيها عايز يقول عنها الكتاب الحية القديمة كل ده عايز يقول عنه انه ابليس ليه المخطط الكبير اللي عايز يشتغل بيه عشان يضل الناس بعيدة عن المسيح اشتغل بافكار في العهد القديم واشتغل بافكار في العهد الجديد ومن البداية هو ضد الله وبالتالي الله بيحب الانسان يبقى لازم يكون ضد الانسان وده النهاردة لما اخترنا عنوان الحلقة اساليب شيطانية لضيعة البشرية فاحنا هنتكلم باستفادة عن ازاي افكاره ازاي مخططاته ازاي اساليبه بطريقة واقعية ده حقيقة حيك قلت انه ابليس مقاوم لله اولا ثم لخلقة الله ثانية يا ترى كيف قوم ابليس خلقة الله قوم خلقة الله من اول ما الانسان تخلق وتحط في جنة عدم وبدأ الله يتكلم وكان يأتي عنده ببريح النهار عشان يتكلم مع ادم وهو شاف ان فيه فكرة عند الله لزتي مع بني ادم قال له لا لزتك لازم نوقف فالله قال فكر كل شجر الجنة ناكل منه الا الشجرة اللي في وسط الجنة فهو قال فكرته فكي الشيطان في الجنة بطريقة مخدعة جدا لحوة وسأل الأسئلة بتاعته اللي بدأ بيها بدايات الأفكار بتاعته ودي لنفسي المشاهدين معانا ياخدوا بالهم في انه ازاي بيشتغل معانا بالطريقة دي رقم واحد استغل بأسلوب التشكيك فراح لجي الحوة وقال لها احقا قال الله معقول ربنا بيقول الكلام ده ومعقول ربنا اللي خلاكم قاعدين في الجنة بكل اللي فيها يحرمكم من الشجرة دي فاشتغل على التشكيك الناحية التانية او الكلمة التانية اشتغل على التكذيب لن تموتا لان الرب قال يوم تأكل منها موتا تموت هو اشتغل على اسلوب التكذيب وقال لهم لن تموتا لكن اشتغل على الاسلوب التالت وهو الترغيب فخلاهم يبص للشجرة بطريقة تانية فرأت ان الشجرة جيدة بعدها بهجة للعيون شهية للنظر واول ما وقعت في الجيدة والبهجة والشهية عارفت على طول تاخد وتدي جزها ادم من هنا وقع السقوط وهنا نقول كلمة مهمة جدا عن الشهوة ليه فكر الشهوة بدأ بابليس لان فكر الشهوة بدأ بابليس لانه الكتاب بيقول صراحة ان الشهوة اذا حبلت تالت خطية فهذه الحاجة المهمة جدا اللي هو بدأ بها ابليس الشهوة قادت ادم وحولوا السقوط في الخطية لما وقعوا في الخطية ضرورة هتسأليني ايه اللي كان ممكن يعمله الشيطان او ايه الهدف اللي من وراء كل القصة دي ما بين الله وآدم مش ده ممكن يكون سؤالك ده صحيح جدا فالسؤال ده بيطرح نفسه انه اذا كان الشيطان عارف ان لزيت الله مع ادم في الحديث لا هنفصل هنفصل ازاي قال الكتاب في اشعية سفر اشعياء بيقول خطياكم صارت فاصلة بينه وبينكم فاتفصلت القصة واتفصل الموضوع بس الله ما سبش ادم لكن الله عمل حاجة جميلة من خلال سقوط ادم انه من خلال الزبيحة في العهد القديم وزبيحة المسيح في العهد الجديد رجع العلاقة مرة تاني وقال ان ارجعوا الي فارجع اليكم اقترب الي فاقترب منكم ولما كنا بعدين صرنا قاربين بعمل المسيح وبدم المسيح فصارت العلاقة مرة تاني ورجعت العلاقة لان الله في مخططه اقوى من ابليس حتى لو ظهر ابليس بمظهر القوة ده صحيح وانا عايز اكد على حضرتك على المداخل ابليس ممكن يحاربنا منها حريك قلت اول حاجة تشكيك في كلام الله حقا قال الله وايضا عمل كده برضو مع المسيح في التجربة على الجباة قال ايه قال له ان كنت ابن الله شككه في هويته ان كنت ابن الله وكمل وقل هذا الحجر وانه يلقي نفسه من على الهيكل اذا بيشككنا دايما ابليس بيشككنا في كلام الله والتاني نقطة انه هو بيكدب كلام الله لانه هو الكذاب وابو كذاب ايضا دايما حريك كنت بتقول تالت نقطة اللي هو الترغيب والترغيب اللي هو فيها بيحللنا الخطيئة وبيخليها الشجرة جميلة يمكن في تكوين اتنين تسعة بيقولوا انبت رب الاله من الارض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل اذا ما كانتش الشجرة معالفة الخير والشارب بس هي اللي كانت جميلة لانه الناس احيانا بتفكر انه هي دي احلى شجرة عشان كده جاذبت نظر للحوة لكن كل الشجرة كان حلو جميل وده بشهادة الرب الاله لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت زيادة في الشجرة دي انه بهجة للعيون وهي طبعا اشتهت الشجرة دي واكلت واعطت ايضا رجولها فاكلت اذا مهمة قوي انه نعرف المداخل الابيس ممكن يعني بداية الحرب شكلها ايه علشان نقدر نكون بنقفل الصغرات اللي في بداية الحرب تكون بتحسن وطبعا ابليس نجح زي ما حالك كنت بتقول انه هو يكون بيفصل الله عن الانسان لانه زي ما حالك بتقول انه خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم وحجبت وجهه لكيلة لكيلة ياسمن اذا النتيجة الخداع ابليس نجح مع ادم وحوة لكن عايز اقول فيه مخطط اكبر كان للضياع والهلاك ازاي ابليس كان بيخطط بطريقة عنده تخطيط في العهد القديم وعنده تخطيط في العهد الجديد فهو عنده خبرة الزمن وشغال كل يوم بمخططات جديدة وعنده افكار يعرف يضحك بيها على العالم مش كلها زي بعض لكن مختلفة فيعرف يشتغل في امريكا غير استراليا غير بلاد عربية غير بلاد كل مكان ليه اسلوب وفي المكان بتاعه فيه اسلوب بس لكن كمان ليه المملكة بتاعته اللي شغالة معاه ودي اللي بنشوفها في افا سوس 6 ومن عدد عشرة اخيرا يا اخوتي تقاوف الرب في شدة قواتي لما بتكلم عن سلاح الله الكامل بيتكلم عن مملكة ابليس المقسمة من رؤساء الى سلاطين الى ولاد الى اجناد فهو بيشتغل شغل عنده استراتيجية وعنده شغل منظم العهد القديم كان بيشتغل باسلوب العهد الجديد كان بيشتغل باسلوب العهد الجديد لما بيشتغل بالاسلوب بنشوف فيه اول حاجة بيشتغل باسلوب العمى ودي الحاجة الواضحة اللي بنشوفها الايام دي وهحكي عنها بعد شوية باستفادة ان ازاي بيعمل ناس بس انا عايزة اقول حاجة هل ابليس ممكن يكون في المكان هنا وفي مكان اخر في نفس الوقت هو روح انا عارفة لكن يعني عايزين نعرف ازاي هو يكون ممكن هنا ويحارب شخص هنا ويحارب شخص مثلا ممكن يكون في ناس اذا هو ده المتسلط الضخم الكبير المدير الكبير لكن تحتي زي ما قلت رؤساء موزحهم على مستوى العالم فيه مدير شركة كبيرة مش هيقدر يعمل كل حاجة لكن فيه ناس تحتي هي اللي هتعمل كل حاجة ابليس ده المهيمن الكبير المدير اللي بيشغل كل الناس اللي تحته لكن هو عنده رؤساء في كل حت عنده صلاطين في كل حت عنده ولاد في كل حت وعنده كمان اجناد منتشرة على مستوى العالم لكن كلهم اسمهم بنسميهم ابليس اسمها مملكة ابليس مملكة ابليس لكن ده الرئيس اسمه الكتاب قال عنه رئيس سلطان الهواء الذي يعمل فيه ابناء الماصية فلما يقول عنه رئيس سلطان الهواء يعني هو مملكته كلها في الهواء والمملكة بتاعته مملكة كبيرة ضخمة والمملكة دي بتشتغل باستراتيجية الانسان بيهرغك برحته وبيقول انه اعمل اللي انا عمله لكن هو ما يعرفش انه فيه قوة خفية هي اللي بتشغله فابليس بيشغل الناس زي بالزبط بالرمود كنترول اجذب احلف اشتم ازني فالناس ما تفتكرش ابدا ان هي اللي بتعمل الحاجات دي تفتكر ان هي بتعمل حاجات دي من نفسها لكن مين المسيطر والمهيمن زي ما احنا هنشوف بعد شوية في الكلمات اللي جاي حركت تقول قصد تقول انه مملكة ابليس مملكة منظمة جدا طبعا زي ما حاجة بتقول وكنت بتقول انه فيه رؤساء في كل مكان وفيه شاتين صغيرين ومملكة منظمة بدليل ان الكتاب مؤدس بيذكر في العالم القديم انه رئيس مملكة فارس وقف مقابل ملاك مخايل وحصلت حربة السماء اذا في كل مكان فيه فيه حد مسؤول فيه رئيس وفيه شياطين اصغر منه وحركت تقول نقطة مهمة جدا بس انا كنت عايزة اسأل سؤال هو ابليس دي سلطانة على البشر ليه سلطانة على البشر لما يكونوا تحت السيادة وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي فيعمل حاجة رقم واحد في العهد الجديد ودي اللي بنشوفها بطريقة واضحة وهتكلم عنها باستفادة بعد شوية اسمها العمى فبيعمي ازهان غير المؤمنين غير المؤمنين يعني الاشرار البعيدين عن الرب لألا بيقول الكلام ده في كورانسس تانية اربعة وعدد تلاتة بيقول ان كان انجيلنا مكتوم فهو مكتوم في الهالكين الذين فيهم الى هذا الظهر قد اعمى ازهان غير المؤمنين لألا يبقى هو عارف انه اول ما يوصل النور للناس الناس هتعرف مين هو المسيح الحقيقي والحياة الحقيقية والابدية والضمانات وكل الحاجات لا هو مش عايز القصة دي فهو عايز يعمي ويغطس الناس في الظلمة من ضمن الاساليب اللي بتستخدم في السجون اللي بتستخدم لتعذيب البشر انه بيحطوا الناس في حيطة الظلمة جدا عشان يعموهم فلو الانسان قاعد فترة طويلة جدا في منطقة ظلمة خالص لازم يعمى فابليس حط الناس في الظلمة لانه سلطان الظلمة زي ما بيقول عنه في كلوسي رسالة كلوسي وصح واحد سلطان الظلمة فسلطان الظلمة ده ما عايش الناس في الظلمة عشان يقودهم لحاجة للعمى تبقى الاية قدامها وقدامه ويبقى بيقرى الاية ومش فهمها ولا عارفها يقول لكم الاية دي عدت علينا كتير لانه هو عمل عملية تعامة على العينين عشان الانسان ما يعرفش اذا ابليس بيعمل كده ابليس بيستخدم اسلوب العمى انه بيعمي ازهان غير المؤمنين عشان قطر لقالة وضيء لهم استنارة انجيل المسيح وعشان كده يمكن الكتاب بيقول لنا مستنيرة عيون ازهانكم ده عكس الابليس بيعمله انه الرب بينور ازهاننا وينور عيوننا عشان يقدر ندرك ما هو الطول والعمق والعرض والارتفاع لمحبة الرب ده كلام جميل تقال في افسس واحد لما بيتكلم الرسول بوليس عن مستنيرة عيون ازهانكم لكن فيه فكرة تانية بيستخدمها اسمها الخداع فبيستخدم مع العمى حاجة اسمها الخداع والخداع ده بنلاقيه في كورانسوس تانية 11 وعدد 3 لما بيقول اغار عليكم غيرة المسيح انه كما خدعت الحية حواء تخدعكم عن البساطة التي في المسيح كتابنا المقدس الفخم اللي بين ايدينا بكل التعليم الراقية فيه وبالشخص العظيم اللي عرفناه من خلال الكتاب ابليس بيحاول يخدع وبيحاول يفسد الازهان بعيد عن المسيح فكما خدعت الحية يخدعكم عن البساطة اللي في المسيح لرغم انه كتاب كبير وضخم وكتاب مليان تعليم كتيرة لكن كتاب بسيط يقول للانسان ببساطة مين انت انا خطي جدا ومين الله بالنسبة لك الله المحب جدا طيب انت وقعت في الخطيئة تروح السماء ازاي وازاي هتروح جهنم فبيحط طريق الخلاص الواضح وبيحط الطريق الهلاك الواضح بتاع ابليس والله واضح جدا في الكتاب كل الناس اللي عرفوا سكة المسيح وطريق الله الواضح زي ما ربنا نور ازهانا في يوم من الايام وعرفنا سكة الحياة الابدية بطريقة بسيطة عرفناها من الكتاب وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت من خداع ابليس وحركات ابليس والتصرفات ابليس لان الايام دي الشيطان بيحاول يشتغل على الناس في موديلات جديدة في افجار جديدة في طرق جديدة وعنده حاجات مستحدثة يعني فكر الالحاد وفكر الرفض وفكر انه ليه القصة دي تذكرت هنا ومعقول حد يصدق الكلام ده ويصدق الكلام ده الكتاب قال لنا الاية في بطرس الأولى 3 عشان يحذرنا من اللي جاي وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت ان انتبهتم اليها كما بيتكلم عن الكتاب انه سراج مونير موضوع في مكان مظلم فالمكان مظلم ده العالم والسراج المونير ده سراج اللي رجلي كلامك لهي كلمة الله الخداع نقدر نقول انه هو زي الكذب زي التزييف زي شهادة الزور زي امور كتيرة يبين الشخص انه هو زي ما الكتاب يقول توجد طرق كثيرة تظهر للانسان مستقيمة لكن عقبتها لكن عقبتها الموت ويمكن منشوف الخداع في حاجات كتيرة اوي حوالينا انه احيانا بنلاقي انه ابليس يضحك علينا زي ما خدح حوة وقال لها لن تموت وقال لها كلام اعمل دوت مش مشكلة تشرب سجارة مش مشكلة تاخد الجرعة ديت مش مشكلة تشوف الفيلم الاباحي دوت مش مشكلة ابليس بيخدعنا دايما ودايما ودايما وهي زي ما بيقوله اول اطمة هي اول اطمة وبيسقط الانسان ايه رأي حضرتك في اللي بيحصل قداع رهيب يمكن في حاجات كتيرة حوالينا اجذب الكذبية دي ايه المشكلة احلف الحلفية دي عشان تناجي نفسك ايه المشكلة ما تقوله ان انت بتعرف تشتم وبتعرف ترد عليه وهو اضربك قلم اضربه قلمين ده اللي بنشوفه وبيس دايما بيقوله هولنا اعمل دوت عشان تقدر تعيش في وسط المجتمع ايه رأي حضرتك طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام وقع جدا واضح جدا ظاهر الايام دي بطرق يعني غير عادية على مستوى العالم كم الشباب الضايع النهاردة بسبب انه عنده ضلال وراء ابليس ودي الكلمة التالتة اللي هحكي فيها دلوقتي انه المضل فازاي يضل الناس فهو خدعهم عارف يعميهم ويعايشهم في الظلمة اللي دايما عايش في الظلمة مش شايف الأمور بطريقة واقعية فالسجارة دي مجرد متعة كاس متعة بر والعيشة في النجاسة السليب كلها متعة متعة فدي حاجة لمتعة الجسد ودي متعة ايه يعني حالك بتقرر انها فيها متعة طبعا ان الخطيئة متعة فيها متعة طيب انتوا ليه عايزين تحرمونا من المتعة وإحيانا الناس بتقول كده لكن دايما اللي احنا مش بنبص على الواقع لكن بنبص على التوابع فدايما ابليس لما بيدي الحاجة لما اغرى حوى بالشجرة اغراها لكن خفأ التوابع بتاعتها وإحنا النهاردة رب في نعمته بيقول لنا من قبل ما نعمل الخطيئة التوابع بتاعتها زي أب وزي أم محترمة شايف ابنها ممكن لما يستخدم السكينة هيتبهدل فبتقول له قد اللعبة هي فيه لعب حلوة تنفع معاك لكن دي ما تنفعش معاك فربنا قال ان دي تنفع ودي ما تنفعش والانسان من حقه انه يختار لما بيقول في تسنية 30-15 انظر قد جعلت قدامك الخير والشر البركة واللعنة الموت والحياة فاختار يبقى ربنا النهاردة ديمقراطي بس مش بيحط قدام الشر عشان يوقعني في الشر لكن بيحط الشر قدامه عشان يحذرني من الشر فالحكيم يختار الخير ما يختارش الشر والحكيم يختار البركة ما يختارش اللعنة والحكيم يختار الحياة لما يختارش الموت ولما يختار الحياة يختار المسيح لأنه فيه كانت الحياة وهو نور العالم فده الشيء الطبيعي اللي احنا بنشوفه العالم بيقدم كل شيء قدامه والمصرح قدامنا والانسان من حقه انه يختار وما اعتقدش ان فيه واحدة ولا واحد لما راح للخطيئة بأي اسلوب ان وجد فيها راحة لان من وراها بيشوف حاجة من ورا الضلال يعني ابليس رقم واحد بيعمي رقم اتنين بيختع لكن رقم تلاتة بيضل بيقول عنه الكتاب الذي يضل العالم بيقول عنه فطرح التنين العظيم في رقم اتناشر ترح التنين العظيم الحية القديمة ابليس والشيطان بيقول عنهم الذي يضل العالم فده مضل فيبقى الطريق واضح لكن هو عمال شغال على الضلال النهاردة مثلا وحنا جايين عشان نقدم الحلقة دي فيه اختراع مهم جدا جدا الاسمه جي بي اس ازاي بيتحط في العربية ده مش بس بيقول الطريق لكن ده بيقول فضلك الوقت قد ايه فحاجة جميلة جدا بيقولك لو فيه بوليس كمان في الطريق منه وابتدينا الحديث مع بعض بطريقة كويسة الله حاطت جي بي اس قدام الانسان طريق الله الحاجة اللي هو الرابعة خلينا نوقف عند النقطة دي لانه دي نقطة مهمة اوي كالضلال الكتاب المؤدس بيقولنا انه تضلون از لا تعرفون الكتب ولا قوة الله ازا نضلال احنا مش بس بنقول ابليس بس المزنب في الموضوع انه بيضللنا لكن كمان احنا كمان علينا دور ان احنا احنا مش بنا عرف الكتب احنا بيبقى عندنا جهل يا طرق ابليس بيستغل الجهل اللي عند الناس بيعمل ايه بيهم دي اللي هنحكي فيها بعد دقايق او كلام بسيط عن اساليب الشيطان اللي بيستخدمها لضيع البشاية في دي بقول عن الضلال بانه مش بس بيضل الناس ودي علينا احنا مسئولية الله حط كتاب في قدامنا وفي ايدينا من حق ان احنا النهاردة فتح قنوات فتح ابواب كتير عندنا الكتاب في سهولة ان يوصل لكل الناس النهاردة المسيح مزاع بكل الطرق في ناس كتير بتدخل على الشاشات بتقبل المسيح وهي في بيتها من غير ما تروح كنيسة ولا تروح اي مكان تعبد ويمكن في ناس مش قادرة تروح كنيسة ولا تروح اي مكان ويمكن في بلاد مفهاش كنيسة لكن الهوى نقل كلمة الله ووصل لبلدهم وعرفوا مين هو المسيح الحقيقي طريق الله ابليس المضل بيعمل حاجة لكن الانسان عليه مسئولية بيقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة او مكان تاني بيقول سبيا شعبي لعدم المعرفة فهم راحوا للهلات وراحوا للسبي اي القيود بسبب عدم المعرفة والجهل اللي هنحكي عنه بعد شوية ده صحيح جدا اذا حراج بتقول انه افكار ابليس ومخططاته ناحيتنا انه هو يعمينا انه هو يخدعنا زي ما كنا بنتكلم ايضا انه هو يكون بيضلنا عن الطريق ويقولنا على حاجات اخرى غير طريق ربنا يا ترى ماذا ايضا من افكار ابليس بيكون بيسيطر بها على الانسان من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بيعملها ابليس مع الناس في تميساوس تانية وصحاح اتنين وعدد ستة وعشرين بيقول كتاب فيستفيقوا من فخ ابليس ما يعني هذا يعني مش بس يشكك ولا يكذب ولا يغري ولا يعمي كل الحاجات دي كويسة لكن هو عايز يوصل للهدف الحاجات دي مش كويسة ابدا اه كلها اساليب رديئة جدا ابليسية شيطانية اه كلها لكن عايز يوصل للهدف وهو هداف وهو سمعني دلوقتي فالهداف ده عايز يوصل لاقتناص الناس لإرادات يعني يستفيقوا يعني الناس دي نيمة يعني من فخ يعني هو أحم في فخاخ لكن ايه بعدها يقتنصهم لإرادته يعني يمتلكهم للإرادة بتاعته ما يبقاش الإنسان تحت إرادة ابليس لكن يبقاش الإنسان تحت إرادة نفسه لكن الإنسان يبقاش تحت إرادة ابليس يعني ما يبقاش حر نفسه مافيش حرية بيفتكر العالم الغربي كله أو الشرق أو أي مكان بيفتكروا أنه كل ما هو مباح ده حرية بيكتشفوا أنه كل ما هو مباح وهو اللي بيعملوه تحت بينود الحرية بيكتشفوا أنه في الآخر دي القيود نفسها يعني النهاردة أعلى بلاد في الإجرام وأعلى بلاد في النجاسة وأعلى بلاد في الناس اللي بتنتحر وتموت دول عملوا كل حاجة وصلوا لطريق مسدود أنه إحنا مش قادرين نواجه نفسنا ولا نواجه الدنيا اللي حوالينا وحاسين أن القيود كتيرة جدا علينا فعايش يهرب من نفسه بدل ما يهرب إلى المسيح المحرر بيهرب إلى حاجة صعبة جدا اسمها الانتحار وده اللي بنشوفه في البلاد الغنية جدا زي السويد والنرويج والبلاد الأسماء كبيرة اللي ما تعرفش أي حاجة عن الفقر ولا أي حاجة ده صحيح جدا كتير بنشوف فعلا أنه الإنسان بيفتكر أنه بعيد عن الله في حرية لكن الكتاب بيقول لنا حاجة مختلفة بيقول إن حراركم الإبن فبالحقيقة تصيرونا أحرانا إذن ما فيش حرية بعيدة عن المسيح ما فيش حرية لكن بالعكس مع إبليس إبليس يمكن بدواءنا أصناف كتير قوي قوي زي ما حالك كنتم بتقول يمكن بنحسابها أنها متع لكن دفق إبليس بيقتنصنا لإرادته وفعلا بيدمرنا وزي ما حالك بتقول أنه بدفعنا الفاتورة الجامدة قوي وهي حياتنا مش حياتنا بس الأرضية في الانتحار لكن أيضا حياتنا الأبدية الرب يدينا نحن نكون بنفتح عينينا ونشوف إيه الإبليس ممكن تكون بخبهولنا من أفكار وأساليب وده اللي يمكن هنشوفه عن قريب جدا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل مع تميمة رائعة فائدكم مهلا 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 أبطل عز الموت كيف ترفع راسك يا مسكين وتدوس الحيل جوي، علي صوتك كل أمين أبطل عز الموت كيف ترفع راسك يا مسكين تدوسي الحيل جوي علي صوتك قول أمين يا محبوب ما تخاف شيء يا محبوب ما تخافين ربك هو الماشي لك في جراس الشياطين يا محبوب ما تخاف شيء يا محبوب ما لك خافين ربك هو الماشي ربك هو الماشي يا محبوب ما تخاف شيء 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 يا محبوبا لتخفين عشنا عبيد للخاطية علشن الموت مرعوبين بالموت أباد القوي حرر كل المأسورين أشنع بيد للخاطية علشن الموت مرعوبين بالموت أباد القوي حرر كل المأسورين يا 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 بحبوبة لتخافين ربك هو الماشي ينفق راس الشياطين يا محبوبة تخاف شيء يا محبوبة لتخافين ربك هو الماشي ينفق راس الشياطين اسكن في ستر العلي وانشتوية المتجئين ماذا يصلع إنسان بيه هو الملجأ والمعين اسكن في ستر العلي وانشتوية المتجئين ماذا يصلع إنسان بيه هو الملجأ والمعين يا محبوبة تخاف شيء يا محبوبة لتخافين ربك هو الماشي منفط خوف الأعادي وارفع رأيت الغالبين اسم الرب يسوع الحي إلى أبد الأبيدي منفط خوف الأعادي وارفع رأيت الغالبين اسم الرب يسوع الحي إلى أبد الأبنين يا محبوبة تخاف شيء يا محبوبة لتخافين ربك هو الماشي منفط خوف رأس الشياطين يا محبوبة لتخاف شيء يا محبوبة لتخافين ربك هو الماشي منفط خوف رأس الشياطين وانعيارك العديد قلو بسلاح اليقين محبوس اليوم في يديه لا سلطن لك عالبانين يا محبوب بيضن يا محبوبة لتخاف شيء يا محبوبة لتخافين ربك هو الماشي منفط رأس الشياطين يا محبوبة لتخافين يا محبوبة لتخافين فين ربك هو الماشي ينفق راس الشياطين يا محبوب يا محبوب يا محبوب فين ربك هو الماشي ينفق راس الشياطين يا محبوب ما تخاف شيء يا محبوب لا تخافين ربك هو الماشي ينفق راس الشياطين يا محبوب لا تخاف شيء يا محبوب لا تخافين ربك هو الماشي ينفق راس الشياطين أبطل عزي الموت كي يرفع راسك وضع البشرية وتعالوا بنا نرحب مرة أخرى في الحلقة الأخ أرمية وديع أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك وكل المشاهدين ونشكر رب لأجل فرصة بنتكلم فيها وبنفضح فيها أعمال إبليس وفي نفس الوقت بنقدم مسيح جميلة رائع لخلاص نفوذ غالية النهاردة تتحرر من سلطان إبليس أمين في اسم المسيح وهو ده هدفنا وهو ده هدف الحلقة فعلا إحنا كنا قبل الفاصل كنا مع سؤال هام جدا إبليس بيستخدم أساليب كثيرة جدا لخداع وتضليل وإن أمكن أيضا هلاك أهل البشرية يا طرى دينا فكرة عن الأساليب من أخطر الأساليب اللي بيستخدمها من زمان لكن بكل يوم بيزيد المعدل أسرع وأسرع بقول إن في مخطط كبير اسمه الجهل والجهل والغباوة البشرية ما حدش يزعل مني من المشاهدين لما بقول الغباوة البشرية لأن الكتاب بيتكلم عن الغباوة وأقولها في آية دلوقتي الجهل لما بيقول الكتاب في مزمور 53 وعدد واحد بيقول قال الجهل في قلبه ليس إله حمقوا وبعدها فسدوا ورجسوا يعني أول ما خدهم للجهل ملاهم بالنجاسة والشر وإن وصل بيهم النتيجة في نفس المزمور إنه لما حبوا يعملوا أعمال كويسة ممكن ترضى الله أو تريح ضميرهم طلعت النتيجة لم ينجح أحد ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فوصلهم لحال اسم الجهل لما يجي في روميا واحد ويتكلم عن الجهل بطريقة بيقول لما عرفوا الله لما عرفوا يعني عرفوه راحوا لم يشكروا وبعدها لم يمجدوا بل حمقوا في أفكارهم يعني اتملوا بالجهل وأظلم قلبهم الغبي ودي الحت اللي أنا بقول عنها في الغباوة البشرية يبقى وصلوا لحال الغباوة النهاردة طريقة الله واضح والسكة واضحة جدا لكل الديانات كل العالم والعالم النهاردة بيقى مكشوف ومفضوح في خطياء وكمان الله بيكشف كل عن مخططات وأنا بقول أنه صفقة كبيرة لناس ضاعة في خطياءها أن ربنا يفتح زي الشاشات اللي احنا قاعدين عليها عالم ألاف وملايين بتتفرج على كلمة الله في كل يوم اللي بيخلى الناس النهاردة رايحين وده أول مخطط بيعمله إبليس مع الناس اسمه الجهل والغباوة البشرية بحس أنه كم من ناس النهاردة جهلة مين هو الله؟ معرفش لو حضرتك انتهت الحياة على فين؟ معندوش رد فده بيقول على أنه الإنسان جاهل معقول أطلع من بيتي وأنا مش عارف رايح فين؟ معقول أركب طيارة مقفولة وأسافر بيها ساعات قد كده وأنا مش عارف رايح فين؟ إذا كان الإنسان عمل التذكرة أولها القاهرة أمريكا القاهرة إسكندرية عمل التذكرة من ولاية لولاية داخل أمريكا أنا عارف التذكرة أولها فين وأخيرها فين؟ معقول الحياة تبدأ ولا تنتهى وأنا معرفش فين؟ أو ده جهل ده الجهل اللي بحب النهاردة أن الناس تاخد بالها منه لأن ده مخطط إبليس إبليس مش عايزك تعرف أي حاجة عن بكرة تقصد الجهل أنه مش بالأفكار العالمية مش بال يمكن أحيانا بنقول على شخص جاهل لكن بكلمة ربنا ممكن يكون أخذ أعلى الشهادات الدراسية هو مش جاهل بالإراءة لكن جاهل بكلمة الله إذا نجاهل بكلمة الله هو اللي بيجيب الغباوة لأنه زي ما كتاب يقول أنه أظلم قلبهم الغباية لأنه كلمة الرب هي نور وسراج لرجلي كلامك ونوره نسبيل إذا نجاهل مرتبط بالغباوة وزي ما حالكت بتقول حاجة مهمة قوي قوي كتير فعلا بتشوف أنه ناس فعلا بتسألها أنت رايح فين؟ يقول لك مش عارف يعني أتمنى أن أنا روح السنة أتمنى أنه أعمالي تكون كويسة وقدر أخش الجنة أحيانا بنقول حاجات كتير وناس كتير بتقول حاجات لي مش عارفين هم رايحين فين؟ مع أنه يعني الوقت مقصر والأيام سريرة وممكن قلص في الليل هكذا يجي إذن مهمة قوي أن أنا أعرف أن رايح فين وأكون عندي علم ويمكن الحلقة دي بتعلم الناس فعلا أنه ما يكونش أنا بتكل فلان يمكن يقول لي أنا أعرف فلان ما لهاش ألقى بالمعرفة فلان ولا بالعلم حتى البشري لكن المهمة أو أن أكون بتعلم من كلمة الله تأكيدا على كلامك الجميل ده بقول أن فيه آية حلوة أوي في إنجيل ماركوس وصحح سبعة من عدد واحد وعشرين بيقول الكتاب ليس ما يدخل الإنسان ينجس الإنسان لكن ما يخرج من الإنسان هو اللي بينجس الإنسان وبيتكلم في الجزئية دي عن من قلوب الناس تخرج لما قال أول حاجة قال أفكار شريرة فمين اللي حط الشر كله في الأفكار الشرير اللي هو إبليس فبقيت الزهن مليان بأفكار شريرة الآية دي فيها 13 مصيبة نتيجة القلب اللي هو الشرير النجس من قلوب الناس تخرج أفكار شريرة وزنة وفسك وقتله عهارة وعين شريرة وتجديف ووا 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 لحد ما يوصل للمصيبة 13 آخر مصيبة الجهلة ولما بيتكلم هنا عن الجهل مش بالجهل بالإراءة والكتابة زي ما حضرتك قلتي أن ممكن تلاقي فيه ناس ده كثرة ومتعلمين وناس وصلين للأمر في حاجات كتيرة في العلم لكن في العلم في العالم وصلين لكن في أمور الله ما يعرفوش ولا حاجة خالص فده اللي الإبليس عايز يعمله وبيضحك على الإنسان بالخداع يقوله معقول بعد كل العلم اللي في راسك جايت وقل لي أن الله بيعمل ويعمل ويعمل فإبليس المضيل عايزه وصل بالناس أنهم يعيشوا في الظلمة وفي الجهل لو عارف أن يخل الناس جهلة يبقى بعد كده بيعمل حاجة كبيرة للمستقبل تقول لي لي إيه الحل مثلا في حاجة زي كده الحل القصة دي بنلاقيها بطريقة واضحة جدا الناس بقيت جهلة لأنهم أفلوا الكتاب لإنجيل مكتوم كورونسس 2-4-3 لكن الحل بتاعها بسرعة هنلاقيه في مزمور 119 وعدد 130 بيقول فتح كلامك ينير يعقل الجهال بالتحديد فيعرف ينور ويعرف ينقل الناس من الجهل للمور ده صحيح وكتاب يقول لنا فتشوا الكتب مهمة قوي قوي أننا نفتش الكتب ونفتح الكتاب المؤدس اللي بنحطه بركة ومنبوسه كده لكن البركة الحقيقية في كتاب المؤدس أن أنا أفتح كلمة ربنا وأقرأ وأقول رب أعلمني طريقك وفهمني يا رب طرقك إحنا معنا اتصال معنا الأخت فريال من لندن أهلا وسهلا بيك أخي ليبيا سلام لكم مرحبا ومع أدنك الكريم الأخ إيرانيا الموضوع رائع جدا أخصي ليبيا كثير من الناس يفقدون حياتهم الأدنية بسبب عدم المبالاة للنور روحي وعدم اليقضى الروحية لأن عدوه المسوس يخبر الإسلام بكلمة غدل ويست بكير ويست لاجم الشاف تستمتعي بالحياة وهذه طبعا هي لغة العالم الخادعة وعساليب إبنيس حتى يفعد الإنسان أن يسفر إذا اليوم اتهد حياته وين راح يكون مصيره لكن كلمة الله الصادقة الحية الأجلية الباطية للأبد تقول لكل نفس الحل هو ليس رجل ولكن الآن تعالي المسيح تعالي إليه من كل قلبك والآن فهو لم يخرجك خارجا يفضل خطايات يخلطك يمنح في الحياة الأبدية وهذه صلاة لكل نفس اللي بعيدة عن الرب يسوع المسيح أختي ليبيا في عندي صديقة طلبت لي أن أصلي لحفيدة يعني هو يؤمن بالله لكن ما مخلط دير مؤمن بالرب يسوع المسيح والكتاب المقدس فأنا يستطيعون أنه إذا ما عنده كتاب مقدس أنا مستعدة أبعث أن سمي كتاب مقدس ويقرأ كلمة الله فكان جوابه ليس تبكي أنا بعد لما يصير عمري أسبعين سنين راح أبدأ أقرأ الكتاب المقدس لأؤمن وبعد ما أصول نفسي فهذا أساليب الشيطان وخاصة للشباب فالرب يضحمل ويشق بيورو في قلوبهم يعرفون الحق والحق يتحررهم إضافة إلى البدع الكثير اللي سنسمعها اليوم نارفقات إنه المسيح الله بمحبته راح يخلص النفو يعني يرمون الثاليب على الجنة والفجاء تقصي محبة الله يعني الله محبة معنى هذا إنه الله يحب العالم كل العالم يخلصون ولا فجاء يسليب المسوح وعملوا الكثار عبداليب فالرب يرحمل ويستخدمونه في قلوبه فالفوات الأوان أشكرتي الأختي لي ديوم والرب يباركك آمين شكرا لك يا أخت فريال لعجل مدخلتك الجميلة لمساركتك وتعليقاتك الكتبية الرب يباركك الأخت فريال قالت حاجات وأصرت كذا نقطة في الحقيقة إنه لسه بكير يعني لسه بادري ويمكن الناس كتير بتتكلم عن لسه بادري وهنتكلم عن نقطة دي المهمة قوي وأيضا كلمت على كمان نقطة إنه الناس بتفتكر إنه ممكن أخلص بأي طريقة وفعلا بنشوف ناس كتير قوي حوارينا بيقولوا ممكن قوي أنا أخلص بعمالي الحسنة ممكن أنا أخلص قوي بأنه الله رحيم ورأوه فممكن أو يدخلني السماء ويخفر لي وقولوا رب سمحني وخلاص وزي ما بتقول شالو الصليب أمور كثيرة جدا جدا بنلاقيها حوالينا يمكن في ناس قريبين بنحتك بيهم هل لديك تعليق على الكلام للأخت فريال إيديتور؟ كلام الأخت فريال كلام واقعي لأنه بيحكي واقع من حوالينا أحنا بنشوفه صحيح فالناس النهاردة بتدور على أي طريق ليه الناس دورت على طرق لأنه جربت طريق واثنين وثلاثة تب ليه الناس دي ضلت لأن المضل شغال معهم ده فيه كمان مش يضل لكن فيه آية في سفر أرمية وصحاح أربعة وعدد واحد فكرني بيها الرب دلوقتي بيقول بيقول إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي فلا تتيه يبقى إبليس بيأخذ الناس مش بس للضلال لكن للتوهان فببص على مسطح كبير الناس النهاردة من الجهل خلاهم تيهين مش عارفين الطريق فين لكن زي ما قلت حضرتك في آية من شوية تظهر أمور للإنسان أنها مستقيمة وطرق لكن عقبتها طرق الموت ففيه حاجات بتظهر قدام الناس وده المخطط بتاعه يعيش الناس في الجهل والجهل يضلم الدنيا ويخليه الوسيلة البسيطة اللي مع كل الديانات اللي شفناها فيه ناس كتيرة راح تشتريت الكتاب مؤدس وفتحته فوجت إن فتح كلامك ينير يعقل الجهال لم يسمعونش إزعاد ولا قنوات لكن لأنهم مخلصين وبيدوروا هيوصلوا لكن الناس اللي اعتمدت على زكائها وأفكارها وطرقها عمرهم هتوصل ده صحيح إذن فتشوا الكتب داني دي ربي بيقولنا نهاردة افتح كتابك المؤدس لو ما عندكش كتاب مؤدس ممكن تخش على الانترنت دلوقتي قناة الكارما فعل ويبسايت بتاحها www.dokalcarmatv.com كتاب مؤدس موجود في كل مكان دلوقتي على الانترنت سهل أوي أنت تكون تحصل عليه ومهم أنك تدور وتبحث والتلاميذ كانوا بيبحثوا هل هذه الأمور هي كل يوم مهم أوي أن ندور وابحث النور والحق لو أنا تولدت في مكان والناس دي ما تعرفش حاجة عن ربنا حلو أنه ندور أنا يعني كتاب يقول أنت بالعذر أيها الإنسان مهم أوي أنك تكون بتدور لأنه دي حياة أبدية دي مش مجرد وقت صغيرة هنقدي لكن ده حياة بلا انتهاء فمهم أوي أنه نكون بستعدل الرحلة الأخيرة الآن فإذن مهم أوي أنه نكون ما كونش عندي جهل ولا غباوة نتيجة ده مهم أنا بفتح كتابه مؤدس وبعرف كلمة ربنا والأمور قد إيه مهم أحيانا كتير جدا إبليس بيستخدم وسائل أخرى عشان يزوغنا عن طريق الحق زي ما كنا بنقول الجهل والغباوة بشرية كان أي تاني من الأسليب إن إبليس يكون بيستخدمها معنا هقول حاجة تعليقا بس على حتة الجهل وأدخل على رقم اتنين لما بيقول في متة 23 عن القادة قادة إسرائيل في يوم من الأيام للتعليم قال لهم سبع ويلات تقريبا موجودين في متة 23 من ضمن الحاجات قال لهم ويلوا لكم أيها القادة الجهال والعميان فإحنا عندنا النهاردة ممكن الجهل ييجي من برا وممكن الجهل ييجي من نتيجة إن أنا مش بفتح كتاب لكن ممكن الجهل ييجي من خلال قادة وناس وعاز ممكن يقولوا أفكار ممكن تكون أفكار مش صحيحة مش واضحة من كلمة الله هتقود الناس إلى الجهل والعمى وهيسقطوا في حفرة مش هيطلعوا منها حفرة الجحيم عشان كده لازم برضو الإنسان زي ما قلت حضرتك في أعمال 17 رسول بوليس وهو بيكلم الناس بتوع أهل بيرية كانوا أفضل من من الذين كانوا في تسالونيك لأنهم كانوا فاحصين الكتب هل هذا الكلام اللي بيقوله الرسول بوليس زي الكلام اللي موجود في الكتب ولا لا صحيح إذن مهمة أوي أوي أنا بشوف مين اللي بيقودني لأنه أعمى يقود أعمى كلهم في حفرة واحدة وده يمكن أنا هتكلم عن خبرة شخصية أنا في وقت من الأوقات سألت قائد مرة على حاجة اللي إيتو بيقولي حاجة بيقولي فكرة في حاجة أبين حسيت أنه شكيت في الموضوع فسألت قائد تاني إيتو بيقول فكرة تاني طب أنا أختار أنا فكر قلت لأ ما فيش غير كتاب المؤدس وفعلا وقتها بتديت أفتح كتاب المؤدس كنت صغيرة في سن المراقبة صغيرة قلت لأ اللي هيفصل بين القائد ده وكان قائد مشهور ومعروف قائد دوت هو كلمة ربنا رجعت لكلمة ربنا لإيه عايز أقولك حاجة مختلفة دماما هعمل لألول اتنين فإذا مهمة قوي أنا علي واجب ما قولش فلان الفلاني قال كذا حلو قوي بس لازم ترجع لكتاب المؤدس وتقول كتاب مؤدس بيوافع الكلام ده ولا لأ مهمة قوي أنا تكون بتعلم من كلمة الله شخصيا وروح قدس موجود يا علمي إحنا معنا اتصال معنا الأخت أم ساندي من شيكاغ وأهلا وسهلا بيك أهلا أهلا بيك سلام المسيح معكم ومع روحك حبيبتي أهلا وسهلا أهلا بيكم لحقيقة أنا أيد الأخ الشيصمو أرمية الأخ أرمية 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 الله يباركو أنا يعني أيده من يقول هذول اللي عنده من الشهادات العليا وما يعرفون يعني الثقافة الروحية ويعني وإيمان أنا يعني ما كنت أفذق من تخارطت ونشرح لهم تفذقيني ما يعرفون يمينهم من شمالهم وقعدت مع أميين أصلا ما يقول كذبون بس هذول ثقافة الإيمانية واجتماعية يعني هي صعلا ليست بالشهادة يعني يعني ما يعني الشهادة مو معناتها كل عنده شهادة هو مؤمن ومثقف صحيح مية بالمية يعني في ناس يشرحون القضايا أقولوا مش نوع قريتي يقول لها كتبتي يقول لا قالت واو قالت أنا ما كلش أعرفه أكتب أكتب أحصي مثلكم والحمد لله بالشكر ذات علم وبدون ما أقرأ شوية بس نشكر ربنا فعلا لا بالشهادة هي الإيمان الروحي ولا بالثقافة العامة صحيح جدا ده صحيح موافقكي جدا شكرا جزيلا وصلوا لي بويت على والدتي فريحة عفوا الصوت قطع هلو أيوة أنا سمعيك تفضلي والدتي فريحة صلاة إلها هي كلش مريضة ألف سلامة لها أمين حنصللها أمين في اسم المسيح الرب يلمسها ويشفيها حاببتي شكرا لك يا أخت أموساندي لأجلة عليك الحقيقي إذن العلم اللي بيقدمه العالم ما بينفعش في الأبدية مش كافي أنه يغير الإنسان يغير ذهني في حاجات من الواقع اللي أنا عايش فيه لكن مش ممكن يقودني للحياة الأبدية والضمان الأبدي اللي يقودني إلى الخلاص من خطيائه والحرية الحقيقية في المسيح يسوء ده صحيح يمكن كتاب يقول العلم بينفخ بس لكن هو يمكن مفيد هنا فعلا في العالم ودي حاجة حلوة مش وحش أبدا أن أكون متعلم ومثقف وممكن دارس دراسات عليا دي حاجة كويسة جدا لكن التعليم من كلمة الله أمر مختلف تماما ده للأبدية وللحياة الروحية ده مهم أوي زي ما بهتم بنفسي وبعقلي وبتسقيف نفسي أيضا مهم أنا كمان أخذي روحي من كلمة الله يا ترى ما الأسليب الأخرى الغير اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي من شوية اللي هو الجهل والغباوة الروحي الأسلوب الثاني وده مهم قوي بيستخدمه إبليس من زمان قوي اسمه التدين وحياة التدين وحياة الإزدواجية فالتدين ده خطة قديمة خالص استخدمها إبليس مع أول واحد متدين ظهر في الحياة اللي هو هبيل مش على طريق الله طريق الزبيحة لكن قيين قد من سمار الأرض رغم أنه الكتاب بيكلمنا عن أن الله لا يرضى عن الإنسان إلا من خلال زبيحة ودم عشان غفران خطياء والكتاب يمكن حكينا في مرات قبل كده عن أنه أرى الدم وأعبر عنكم ولا غفران لخطيان إلا في دم المسيح مع أنه ناس كتيرة بتقول أن الشخص ده متدين يعني ده حد كويس ده لفظ كلا في التدين لفظ بيعجب الناس اسمه التدين ودلوقتي ممكن أحكي للمشاهد الفرق بين التدين والإيمان يعني الناس عندهم لفظ التدين ده شيء جميل بصلاح عنده الإيمان حاجة تانية التدين يعجب الناس لكن الإيمان يرضى الله لما بيقول في عبرانين 11-6 بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه التدين ده شيء ظاهري لكن الإيمان ده بزرى في القلب حاجة مخفية جوه في الحياة بتبان من خلال حياتي وسلوكياتي وكلامي التدين رقم 3 عمر ما يغير أي واحد التدين يصنع من الإنسان قتال ومجرم وفاجر وزاني وكل شيء ده التدين تدين صنع من قيين قتال وصنع من شاول قتال وصنع من السامرية إنسانة غرآنة في خطاياها وفي النجاسة ولكن بتكلم عن أمور تانية خالص يهوزة الإسخريوتي يهوزة الإسخريوتي كان واحد في زحام التلاميذ لكن في يوم من الأيام كان مسلم للرب ذاته فالتدين عمره ما يغير الإيمان يغير أفجر الفجار ويصنع من أتعس إنسان صعب جدا في الخطيئة إنسان جديد جدا يتعظم فيه اسم المسيح مثلا زي شاول القتال اللي بيقول عن نفسه أنا الذي كنت قبلا مجدف ومتهد ومفتري لكنني رحمت صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول أنا مسيح يسوع جاء للعالم ليخلص الخطى اللذين أولهم أنا التدين عمره ما يدي سلام للإنسان لكن الإيمان رمية خمسة واحد إس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح يبقى السلام بالرب نفسه التدين عمره ما يخلي الإنسان منتصر لكن مهزوم فأصغر الخطايا وأبسطها إن شاء الله يكون بفكرة أو بكلمة أو بحلفانة أو بشهوة لكن الإيمان يصنع بطل حتى لو كان اللي حواليه تحدي ومستحيل شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصراتي لكل حين التدين عمره ما يكبر صاحبه لأنه ميت فما فيش صمر خالص أعمال جسد أعمال جسد ميتة لكن الإيمان يدي حياة وصمر ونضوغ إنمه في النعم وفي معرفة ربنا يسوع التدين ودي آخر حاجة التدين يحجز لصحبه ما كان في الجحيم أما الإيمان ياخد أبسط وأصعب إنسان في الشر ويحجز له مكان في النعيم مع المسيح لما يقول شاول أنا الذي كنت قبلا لكن في تمساوستان يوحد اتناشر بيقول لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم أتمنى أن المقارنة دي المشاهد يكون بيراجع حساباته أنت في التدين ولا في الإيمان ده مقارنة رائعة في الحقيقة أنا أول مرة أسمع مقارنة بالشكل دوت وأول مرة أسمع أن التدين بيقود للقتل بسدي الحقيقة فعلا زي ما حالك كنت بتقول الساحة النهاردة مليانة بحاجات كتيرة جدا في بلاد كتير هنقول هنقول إيه ولا إيه زي ما كتاب يقول لهم سورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها وبيقول لنا بالعكس بيقول لنا أعرض عن هؤلاء يعني ابعد عن الناس اللي ليهم زي قبور مبيضة من الخارج لكنهم من داخل عظام ونجاسة وأموات هي أصل في حشوة التدين دي في حتة اسمها الإزدواجية ففي الناس لابسين قناع قدام الناس بدلة يعني بدلة فهو لابس القناع ده وده من الناس لكن من جوه هو عايش في الخداعة يدخل الكنيسة يعرف يصلي لكن بره الكنيسة بيعرف يشتم جوه الكنيسة بيبقى يعني زي النسمة لكن بره هي تلاقيه مصيبة كارسة جوه الكنيسة بيطلع الكلام من شفيفه بالرقة كلها لكن بره في البيت بتلاقيه في الصياح والصراخ والبهدلة والضرب والأزية وخراب البيوت طبعا فتبص تلاقيه التدين ليه منظر لهم صورة لكن ينكرون قواتها ده التدين وخدعة الازدواجية هذا الشعب يكرمني بشفتين أما قلبه مبتعد عني في الصلاة نصلي في الصوم نصوم في الدفع ندفع في الروح نروح في الفسح اللي ممكن نزورها بره البلاد عشان نروح نعمل حاجة إرضاء لنفسي لكن في الآخر أنا راجع بشتمتي وكد وحلفان وخطايا زي ما هي ما تغيرتش فيها فدي خدعة كبيرة جدا من الأسليب الشيطانية التدين وحياة الازدواجية حيث قلت كلمة خطيرة في النص إرضاءا لنفسي كأني بسك ضميري كأني أو ممكن أخذ مجد لنفسي زي ما كتاب بيقول لكي يظهره هو بيصلي بيصوم بيعمل صدقة لكي يظهره لناس صائمين لكي يظهره وكتاب يقول لنا كذا ومرة عايز يظهر بمظهر غير اللي جواه وهو ده الخدعة زي ما حاجة بتقول إزدواجية برا كنيسة شيء وجوه كنيسة شيء مع المؤمنين شيء ومع بيته جميل أنا عايز أقول أنه أحيانا بنظهر أكتر في بيوتنا مع أزواجنا مع أولادنا مع الأقرباء أكتر بنقلع الشياكة بتاعتنا وبنلبس لبس البيت ولبس البيت معاه بتيجي أمور كثيرة جدا بنبقى برحتنا جدا وللأسف بنتغير التدين والإزدواجية مرض فظيع جدا في زحمة التدين أحب أقول للمشاهدين بسرعة أن التدين ليه أنواع يعني هو مش تدين بس حاجة كده وخلاص لكن ده ليه أنواع أقولهم بسرعة تدين ممكن يخليني بعمل حاجة لإرضاء البشرية فأنا بتدين عشان أرضي الناس بصلي لأنا بصلي معقول الناس تقول لي مش معقول أنت مش صايم مش بتصلي مش بتروح مش بتيجي فأنا بعمل حاجات لإرضاء الناس دي اسمها إيه قال عنها الرسول بوليس في غلطية واحد إن كنت بعده أرضي الناس فلست عبدا للمسيح التدين يرضي النفس ويرضي الناس اسمه إرضاء البشرية لكن ما يرضيش الله خالص خالص التدين كمام يعمل حاجة تانية خالص يخليني عايش في التزيف أنا عايش في المزيف عشان أرضي ضميري لكن كمان التدين وبيخفي الحقيقة الجواية بيخفي الحاجات الحقيقة الله مش بيبص للمنظر الله بيبص للداخل فمثلا زي واحد ده هاخد بس مثل سريع زي السامرية السامرية لما الرب نكش معها وبتدي يتكلم معها نكش وفتح في الموضوع في كوبات مية ممكن تدينيش قاية مية ردت علي ازاي تكلمني انت راجل وانا ست وازاي تكلمني في حتة هدية بالطريقة دي وانت يهود وانا امرأة سامرية وطيفتنا غير طيفتكم ودينكم زي دينا لا فقال لها يا ماما ده انت لو عرفت مين اللي بتكلمك لو كنت تعلمين ما هو من هو الذي يكلمك لطلبت منه وعدين انت بتشربي من مية ميتة كل من يشرب من هذا الماء يعطيش ايضا لحد ما وشي معها في الحوار فقالت له بس نفسي اقولك على حاجة انتم بتقول ان السجود في قرشاليم واحنا بنقول ان السجود في السامرة هو في الجبل ده ولا في الجبل ده رد عليها برد خطير جدا بيكشف فضايح التدين بيقول لها كده انتم تسجدون لما لستم تعلمون يعني انتوا بتعملوا حاجات وانتوا مش فاهمينها يعني فيه واحد بتقوله انت بتصلي ليه يقولك معرفش طب ايه اللي بتقوله في الصلاة يقولك معرفش طب لو بكرة بعد الصوم والصلاة هتروح فين معرفش يبقى كل الامور مخفية تماما لانها انتم تسجدون وهي غرآنة في النجاسة بتتكلم عن السجود ودي الخدعة الكبيرة بتاعت التدين ان قدام الناس انا بكلم الناس عن امور عالية وشكلي عالي جدا في التدين والايمان بتاع ربنا والا امور ربنا لكن من جوة انا مضروب بكم من النجاسة اما انتم بيقول لها كده انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم يبقى فيه واحد في التدين مش فاهم اللي بيعمله ولا عارف التوابع بتاعته لكن اللي في الامان الحقيقي يبقى فاهم وشايف وعارف وحاسس بحضور الله في حياته لانه بيعيش الحقيقة ده صحيح يبقى اذا اول اسلوب هو الجاهل ممكن الدرجة الاولى انه هو حد جاهل ما يعرفش كلمة ربنا لذلك عنده غباوة من ناحية كلمة ربنا وتاني اسلوب ممكن الابليس يستخدمه هو زي ما كنا بنقول دلوقتي انه هو فيه ازدواجية وفيه تدار عنده معلومات عنده معلومات ويمكن بيعنده بعض الممارسات اللي يقدر يفتخر بيها زي ما شفنا العشار اللي كان رايح يصلي هو والفريسي واللي حصل انه هو كان مش بس بيتبهب اعماله قدام الناس لكن كمان قدام الله بيقوله انه انا عملته وعملته وبعشر وبصوم وبصلي ويوي لكن رجع الى بيته مبررا الفريسي لانه اعترف بخطيته لكن هو فضل في خطيته الفريسي روح زي ما هو لكن العشار اللي اعترف وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ هو نزل الى بيته مبررا دون زاكل اذا الازدواجية والتدين حلو انا ممكن اضحك على كل الناس لكن الله ينظر الانسان ينظر للعين لكن الله ينظر الى القلب احيانا ابليس يقولك طب اوكي ماشي انا دلوقتي انا حسيت ان انا في جهل او في عندي ازدواجية او تدين طيب اوكي نبتدي نفتح كتم وادس ندور على الطريق الحياة زي ما انت كنت حريك بتقول من شوية ويجي ابليس يقوله طيب اوكي حاضر بس كمان شوية ماذا عن التأجيل التأجيل فخ من فخخ ابليس واسلوب بيستخدمه من قديم الايام لحد النهاردة والتأجيل مترجعش صحيح يعني عندنا حدث مثلا في يوم الايام حصل عندنا في مصر في القاهرة الناس اللي وقفع على رصيف رصيف القطر وهم مسافرين ففي القطر اللي جي وانفجر فيه رصيف كبير رايح للصعيد وفيه رصيف التاني مليان بزحمة ناس رايحين لاسكندرية وهو دخل في النص هي في لحظة واحدة كان كم العشرات من الناس راحوا للإبادة وللموت التأجيل خطر رهيب جدا جدا بشوفه فيه أعمال 24 وعدد 24 مع قصة واحد والي اسمه فليكس الوالي استدعى بوليس وسمع منه عن الإيمان والتعفف والبر والدينونة العتيدة أول ما وصل للدينونة العتيدة بيقول عنه الكتاب ارتعب فليكس لما ارتعب ابتدى بوليس يكلمه فهو سمع المفروض أنه بعد السمع يكون فيه اتخاذ قرار صحيح لكن كان خطر التأجيل في القصة دي قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت أستدعيك متى حصلت على وقت لما يكون عندي وقت خلص الكتاب كله ما سمعناش عن فليكس أنه هو وصل للضمان الأبدية أو طريق الأبدية وراحت منه الفرص الأخطر من كده أنه في ذات القصة استدعى فليكس بوليس مراراً كثيراً مش عشان يفهم منه الطريق للأبدية أو أمور الله لكن استدعى مراراً كثيراً عشان كان عايز ياخد منه دراهم رشوة عشان يطلعوا من السجن وفي الوقت ده كان فليكس غرآن في علاقة مع دورسلة اليهدية فوقع في نجاسة مع شوية دراهم ودولا الفخاخ اللي إبليس بيأجل بيأجل طيب لما تكون المشروع طيب لما تشتغل طيب لما تتجوز لما تكبر لما تكبر زي ما اسمعنا في القصة أو في التداخل اللي كان فالناس النهاردة بيلعبوا بالوقت وإبليس النهاردة بيلعب بعنصر ووقته مهم لأنه حرامي من ضمن الحاجات اللي بيسرقها من الناس بيسرق الوقت بيقول قلب الحكيم في جامعة تمانية وعدد خمسة بيقول آية جميلة بيقول قلب الحكيم يعرف الوقت الجاهل ما يعرفش الوقت الحكيم اللي يعمل حساب الزمن ويعمل حساب الوقت بقول للمشاهد اللي قاعد بيسمعنا إيه اللي هعطلك عن شغلك وعن مشاريعك لو قبلت المسيح ده أبسط الأمور لو قبلت المسيح يبركك في صحتك في وقتك في دراستك في خدمتك في مشاريعك والكتاب بيقول بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب يعني مش هتبقى مجهول بحاجة ده هو اللي هتبقى مجهول بيك في كل حاجة للأسف أحيانا بنقول أنا عايزة أقود القرار فعلا بس أنا فعلا مجهول زي ما حالكت بتقول فليكس الوالي كان مجهول وعنده ازدحام كتير أو يمكن أقدر أقول ماذا آه أنتو عشان خدام فطبعا أنتو فاضين فاحتمال يكون يعني ماركوش غير كلمة ربنا يا ترى أدقي مهم من أنا أكون بتوب لأنه أحيانا كتير الخطيئة بتبقى حلوة وأنا حابب الخطيئة والخطيئة فيها إغراء وزي ما حالكت بتقول في أول الحلقة الخطيئة فيها متعة إبليس دايما بيقدم المتعة مع الخطيئة فيا ترى إزي إبليس للخطيئة والإغراء بتاع الخطيئة والبداية الخطيئة في بدايتها بتبقى حلوة أنه هو يكون بيوقعني ويضيعني ردا على الكلام ده باختصار عشان الوقت ضروري عندنا آية واضحة جدا في إنجيل يوحنى وصحة 3 عدد 19 بيقول جاء النور إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة ورفضوا النور لأنهم أحبوا الأعمال بتاعتهم فالنهاردة لما بنقول الناس ليه بتأجل هي مش زحم مش مش مجرد إنه القرار بيأجله ولا بتأجل لكن هو أحب الخطيئة أكتر من المسيح وأكتر الناس اللي بنواجههم في خدمات ولقاءات بنلاقي إنه لما بنتكلم معهم بننبش معهم في الكلام بنلاقي إنه باللف لفتنا نوصل إنه الخطيئة هي رقم واحد يقول لك أنا مش قادر أبطل أنا مش قادر أسيب أنا بطلت شهر اثنين ثلاثة لكن رجعت فحب الخطيئة خلى الإنسان النهاردة يضحي بالأمور الأبدية والشيطان يقول له لما تشبع من دي لما تاخد دي لما تعمل دي لما تعمل دي لحد ما فيه شبع كل من يشرب وكل من يأخذ من هؤلاء الأمور دي يعطش أيضا لأنه ما فيه شبع إلا في المسيح المرسة مرسة أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة لكن الحاجة إلى واحد فهوز الآن وقت مقبول اليوم يوم خلاص اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم يا ترى إبليس ليه ليه بيخلينا بنحب الخطيئة ومش قادريني بعد زي ما حالك كنتوا بتقول أنا بحاول أبعد وحاول بكل القوتي إن أنا أبعد عن الخطيئة لكن زي ما حالك بتقول فيه جاذبية الخطيئة وكتاب يقول إنه طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوياء طيب واحد زي شمسون وقع وواحد زي داود وقع ناس دول ناس اللي هم القديسين الأبرار أنت مش عايزني أنا أقع وزي ده حال ناس كتير قوي بتكلم كده بتقول إنه الخطيئة لها جاذبية وبحاول أبعد برجع تاني بالترى السبب السبب إنه أنا بحب الخطيئة رقم اتنين عندي فراخ قاتل رقم ثلاثة الخطيئة محيطة بنا بسهولة معددش صعبة صحيح هي مجرد تتش لأي جهاز من الأجهزة اللي معانا بس قبل ما تطلع الأجهزة الخطيئة موجودة فينا بيقول الخطيئة الساكنة فيها مثلا دينا في يوم من الأيام خرجت دينا لتنظر بنات الأرض فرقاها شاكيم وكان من وراها الزل والنجاسة النجاسة والسقوط وبعدها الزل في تكوين 34 بالرغم أن دينا أخت يوسف ودينا موجودة في بيت أبوها وقعت لكن يوسف في الغربة موقعش فهي القصة النهاردة أنا بفكر زي أنا بعمل إيه أنا عايز إيه زي اللي بيساعد على حب الخطيئة الأصدقاء اللي حوالي مكسر الأصحاب يخرب نفسه فالنه الكتاب النهاردة بيكلمنا عن مصيبة الأصدقاء زي في واحد بيتهاون مع الخطيئة وفاكراً الخطيئة دي سهلة بسيطة وهي يعرف يتوب عنها بطريقة سريعة لكن هيوصل لحاجة مهمة جداً اسمها القيود فالقيود بتعرف تعمل حاجات كل يوم بعمل خطيئة وراء الثانية بعمل بدخل في دائرة القيود وده اللي هنشوفه بعد كده في النقطة الجاية بنعمة ده صحيح جداً احنا الوقت بيدهننا لكن فعلاً إبليس بيقيدنا بشكل غير عادي زي ما حاجت بتقول بحيث أنه خطيئة وراء خطيئة وراء خطيئة بحيث أن أنا مقايد كل ما أجي أبعد ألاقي نفسي برجع تاني الخطيئة وبشتي الخطيئة تاني وبشتي الخرنوب لأنه أنا مش عارف أقدر أبعد عن الخرنوب وهو ده الحاجة الوحيدة اللي أدامي أتخلص إزاي من قيود الشيطانية أتخلص إزاي من قيود الشيطانية ومن فخاخ إبليس أنا نفسي أقول في كلمات مركزة للناس المشاهدين الحلوين عندنا قصة من القصص اللي بتحكي عن الإنسان في خطيئه وضعفه وروحته للخطيئة بطريقة سهلة دي هنلاقيها في المثال اللي قاله الرب يسوع أو الأمثال اللي قالها في إنجيلو أو صحح 15 بدأ الأمثال إنه قال في مئة خروف ضع منهم واحد وقال في عشر دراهم ضع منهم واحد لكن بعد كده في ولدين ابن صغير وابن كبير في المئة ضع واحد يبقى الواحد في وسط المئة غالي جدا واحد من العشرة غالي جدا واحد من الاتنين غالي جدا جدا ودي حاجة اللي أنا بشوفها النهاردة إن الله في محبته بيبحث عن الإنسان مهما كان خطياك وخطياك ربنا بيحبك بيدور عليك وبيقول لك يا اللي رحت في خطايا كتيرة جدا 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 أنا جاي النهاردة عشان أقولك في الحلقة دي فيه كلمات بسيطة تعالي نشوف في قصة الإبن الضال عمل إيه هو خد فلوسه وغاب عن أبوه وخدع أبوه وصافر إلى كرة بعيدة واعتشر بأصدقاء أشرار وبزر مالهم بعيش المسرف مع الزواني وعمل كل اللي في إيده تقولي كمثل لشاب زي كده زي قصتي أنا النهاردة اللي ضايع في خطيايا وشبح الأبدية رايح من قدامي وأنا خايف من بكرة أعمل إيه رقم واحد أختها ليديا رقم واحد أعجبني أول ابن الضالدة رغم أنه كان في قمة الشر والبادلة لكن رقم واحد وقف وقفة صادقة مع نفسه وده اللي أنا بقوله النهاردة لكل المشاهدين لو سمحتي لو سمحت وانت بتسمعنا لو سمحت لازم يكون فيه وقفة يا ما سمعنا كلمات في خدمات ونهضات واجتماعات وشاشات مفتوحة لكن لحد الوقت ما فيش وقفة بيقول الكتاب في الوقفة رجع إلى نفسه وقال يبقى فيه واحد النهاردة شعر بكم خطياه وشاف قد إيه الإتلاف اللي في حياته وشاف قد إيه الخطيئة عملت فيه يبقى لازم يراجع حساباته النهاردة فيه وقفة صحيح رقم اتنين من أخطر الحاجات الصعبة اللي بيتواجه الناس وهم خايفين من شبح الأبدية ودي من الحاجات المهمة قوي اسمها المواجهة والمواجهة النهاردة مع الناس صعبة والمواجهة مع الله صعبة والمواجهة مع نفسه صعبة بس عجبني أول ابن ده لما واجه نفسه وقال كم من أجير اللي أبي يفضل عنه الخبص وأنا دي الكلمة المحورية في قصة الابن اللي خلته اتغير تغيير كبير قال وأنا أهلك جوان ليه أهلك وفي واحد بيحبني بيقول كده هكذا أحب الله العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به أبويا عنده خير كتير وبيت أبويا مليان بالعز والغنى كله وأنا أهلك لا لازم يكون في حاجة لازم أعملها بعد الوقفة وبعد المواجهة هعمل حاجة مهمة جدا اسمها الخطوة هعمل إيه الخطوة هعمل هقول أنا هروح لأبويا وأقول أعترف أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدع لك ابنا الخطوة تخدني لحاجة مهمة اسمها القرار فقام وجاء إلى بيه وقال ودخل على الوليمة الكبيرة ويقول الكتاب فابتدوا يفرحون بقول لكل المشاهدين النهاردة بداية الفرحة أنك ترجع أنك تقف مع نفسك أنك تصادق نفسك وأنك تقف قدام الرب وقفة صادقة عند الصليب عشان تقوله أخطأت وكل الأخطأ وجمل صليب المسيح اتغسلوا في الدم وأصبحوا حياتهم حياة جديدة واستمتعوا بالحرية الحقيقية في المسيح وكانت من قدامهم السماء مفتوحة وطريق الأبدية مفتوح وبعدها عندهم الضمان هنا في الحياة لو خلصت الحياة لأي سبب من الأسباب لنا السماء مضمونة في المسيح يسوى ده صحيح عايزين نقول أنه مهم قوي أنه ليس بأحد غيره الخلاص ما فيش حد يقدر ولا أي طريقة ولا أي شيء ممكن أعمله أن أنا أخلص بيه غير دم المسيح أن أنا أروح لزي ما حالك تقول لصليب المسيح اللي فيه كفارة أنه المسيح مات بدالي عشان خاطر يديني بره عشان خاطر أقدر أخش الحياة الأبدية والحياة الأبدية بتبتدي من هنا مش بتبتدي في السماء لكن بتبتدي من هنا مشوار كتير أو يطويل قوي هل حالك ممكن تقولنا في صلة لأنه أي حد من أعزائنا المشاهدين ممكن يكون بعيد ونفسه يرجع بس مش عارف إزاي ممكن تقولنا في الصلة حضرتك اتفضل بصلي أنه كل المشاهدين معايا يصلوا كلام البسيط ده وأنا هقول كلام بسيط جدا وأتمنى أن كل واحدة واحد من قدام الشاشات يقول ورايا يا رب أشكرك لأنك بتحبني لأنك بتدور علي غرقت في الخطيئة بعدت عنك أخدني المضل توهني اقتنصني لإرادته حطمني في خطيايا ملاني بالشكوك ضدك مش عارف أعمل إيه وأرجع إزاي يا رب بشكرك لأنك بتحبني لهذه اللحظة بتكلمني أنا راجع ليك مع واقفة صادقة قدام صليبك بصك فيك أنك هتقبلني هتسمحني هتحررني هتغيرني هتغسلني بالدم هتصنع من حياتي قصة جديدة على قد ما خدمت إبليس بشري أخدمك في الأيام اللي جاية يا سيدي اقبلني وأصك أنك سمعت صلاتي قبلتني في صليبك غفرت خطيايا سترتني فيك أضمن الأبدية معاك يا سيد من هذه اللحظة أشكرك لأنك سمعت صلاتي آمين 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 لو حد من المشاهدين وأنا مصدق أنه في آلاف من الناس حول العالم يكونوا صلوا الصلاة دي منهم يا طرأ يعملوا إيه بعد أما يكونوا بيصلوا هي دي نهاية الحكاية ولا دي بداية الحكاية عندنا آية حلوة أو في أفس الساربعة وعدد عندنا آية حلوة في أفس الساربعة وعدد ستة عشرين بيقول لا تعطوا إبليس مكان لما بيقول لا تعطوا إبليس مكان يعني إبليس ده اللي عرفته وشفته ودقته الحيشة معاه خلاص ما فيش دعا نحن لا نعطي إبليس مكان بعدها بيقول كمان مرة تاني في مكان تاني لا نجهل أفكاره يبقى حلو أن الواحد يكون صاحي للأفكار بتاعته الحاجة التالتة لما بيقول في تميسا وستانية اتنين وعدد ستة وعشرين فيستفيقه يبقى النهاردة اللي كان نايم وغرقان في النوم لازم يصحى وبعدين اللي كان بيحرقني وبيضحك علي بالجهل لازم أفتح الكتاب وبنشجع صحابي وحبايب المشاهدين إنه الكتاب الفخم اللي في بيتك افتحيه افتحه وحلو أن رقم واحد نقرأ كتاب رقم اتنين نصلي كل يوم رقم تلاتة نواظب على كنيسة تكون قريبة مننا أي مكان بتعبدي فيه براحتك رقم اربعة حلو أن احنا ننفصل عن الشر من أصدقاء أو من حاجات كنا عايشين فيها رقم خمسة اللي يساعدنا عشان نكبر وننتصر ضد إبليس إن احنا نشهد عن المسيح فزي ما خدمنا إبليس السنين اللي فاتت بنعمة الرب نخدم الله في الأيام الجاية وسوف نرى أعظم بنعمة الله ده صحيح مهمة قوي قوي أن أنا أكون كمان بتعلم من كلمة ربنا ومش بس لي أنا بس وخلاص لكن حلو أن أنا أكون بقول لجارتي لصحبتي لزوجي يمكن لأولادي أكون ببشر زي السمرية مش لازم أستنى لحد ما يكون عندي معلومات كبيرة قوي لكن حتى أقول لها تعالي تفرعي على البرنامج دوت طب تعالي تشوفي مثلا القناة دي بتقول ليه طب تعالي النهاردة نقرأ كلمة ربنا ربنا قال لي إيه النهاردة حاجات بسيطة جدا أشارك بآية حتى على الفيسبوك ودلوقتي كلنا عندنا فيسبوك ولا عن الإنستجرام ولا أي حاجة صغيرة ويمكن بسيطة لكن عايز أقول لك كتير قوي قوي ناس بتتغير من طريق من آية واحدة من كلمة واحدة من طب طبا بس أو موساء قد إيه رب بيغيروا قد إيه رب بيبدل الأمور فحلو أن أنا أشارك مش أخد كلمة ربنا وخبيها في قلبي بس لكن كمان حلو أن أنا أكون بشارك وكتاب بيقول ماذا أرد لرب من أجل عزان حسنياته كأس الخلاص أتناول أن أنا أخلص لكن أيضا باسم الرب عايزين كلمة ختمية لعزانة مشاهدة بقول لكل حبايبي الغليين المشاهدين بشكر رب جدا لأجل الكلام اللي بعده وإذا كان ربنا كلمك وكلمك النهاردة وفضح إبليس قدامك حلو أنك تعيش اليومين اللي جايين للمسيح والعيشة للمسيح عيشة من أرقى ما يكون إبليس في كل مخططاته وكلامه وأسليبه ما خدش الناس لحياة جميلة لكن خد الناس لحياة تعيسة وأعتقد من غير ما كلمك وكلمك أنت حاسس باللي أنت فيه ما تيجي النهاردة تبدأ بداية جديدة وتاخد قرار صريح مش هتندم عليه أبدا طول الأبدية صوت المسيح اللي بيكلمك وبيكلمك النهاردة هو أعظم صوت بيتكلم النهاردة لو قبلته مش هتندم لكن هتعيش في أفرح أبدية تبدأ من النهاردة زي ما حصلت مع الإبن الضال فابتدوا يفرحون لكن لو رفضت وذال عمله الإبن الكبير خرج أبوه يطلب إليه بيقول له حبيبي ما فيش داع للرفض جاء أخوك فزبح أبوك العجل المسمن وكلنا هنفرح مع بعض تعالى افرح معنا زي ما جري الأب على الإبن اللي في ضلاله جري كمان وخرج للإبن الكبير عشان يقول أنا اللي بحب البعيد والقريب لكن الكبير رفض أبوه ولم يرد أن يدخل نصيحتي لكل مشاهد في هذه اللحظات الأخيرة أن ربنا اللي بيتكلم معاك ومعاك بيقول لك الوقت مش مضمون اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم رب يبارك صوته لينا ويبارك كل المشاهدين وربنا يبارك كلمته تسمر في حياة كل واحدة لحياة أفضل في المسيح يسوع أمين أمين نشكرك جدا جدا يا أخير مال أجل تعبك ومجيئك من القاهرة وأدقي أنا عارفة الظروف اللي أنت تكون بتغير الجتلك بتاعك معه نومك أنا عارفة الخدام أدقي بيتعبوا جدا عشان يكونوا بيوصلوا برسالة المسيح لكل الناس رب يستخدم كل المواهب اللي أعطاها أمين بنجد اسمه وانتداد ملكوته مفصلا كلمة الحق باستقامه شكرا لحضرتك رب يبارك كتير عزيزي المشاهدين في نهاية الحلقة أحب أسكر لكم كلمات أما التلاميذ جمل المسيح وفلوء عشر ألول يا رب حتى الشيطين تخضع لنا باسمك فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرقي من السماء هأنا أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة على العقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ولكن ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم بل أفرحوا بالحري بأن أسماءكم كتبت في السماوات شكرا لحظتم تبعاتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرمى مباشر ورب معكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة